خلينا نروح لطبعا المستويات الرائعة اللي بقدمها محمد النني مع الأرسنال طبعا النني لعب منتخبنا القومي الأرسنال طبعا بعد ما ظهر النني بشكل أكتر من رائع بأصبح النني قريب جدا من تقديد عقده مع الأرسنال صحيفة داليميل طبعا البريطانية قالت أن المستوى الرائع اللي بقدمه النني مع الأرسنال في الفترة الأخيرة دفع طبعا المسؤولين في تجديد عقده وهيكون في جلسة وريبة جدا للتفاوت باستمرار النني لمدة أطول طبعا نحن عارفين أنني انتقل من الأرسنال من بازل السويسري في مسم 2015 و2016 يمكن فيه فترات وسبحانا مغير الأحوال من سنتين كان الناس بتقول خلاص أنني مش هيلعب في البريميا الليج ولازم يروح ويراح فعلا إعارة لبشكتاش التركي وقدم عروض جيدة جدا كمان النني أول ما رجع للبريميا الليج مع أرتيتا مدرب جديد عمل لقاءات أكتر من رائعة أول مباراة كان كسب السوبر الإنجليزي وكمان بيقدم مستويات في المانشستر يوناتي عمل مباراة رائعة والنني النهاردة قريب جدا جدا من أنه يعمل تعاقد جديد أو تمديد عقده إن شاء الله مع الأرسنال كل التوفيق طبعا لمحمد النني وكل اللاعباتنا المحترفة والحقيقة قد مستويات رائعة ومباراة بعد طبعا عودته من الأعارة زي ما أنت قلت والحقيقة برضو النني يعني يمكن النهاردة بخلاف أنه بيقدم مستويات رائعة أنت عارف فينجر كان ليه مقولة كده بيقولك ده مستقبل الكورة في نص الملعب يعني أنني مستقبل الكورة هناك طبعا أنني نتمنى له الطفيل لأنه العيد مميز وكل ده يقول على المنتخبنا نساء الله أنا أحس أنه مش متسلط الدوق عليه قوي أعلاميا بس بحس أنه مش ياخد حقه دلوقتي بس يعني لازم أن أنت تركز الدوق عليه تفوكس عليه الإعلام لكن في سنتين السهم كان المستوى مش زي دلوقتي خلينا نكلم كل أماني بكلم على دلوقتي وبكلم على عودته بشكل كبير ياخد حقه طبعا أكيد لأنه اللعيب مميز وبعدين يعني أول لعيب عربي على المستوى العربي عنده شارط الأرسنال في فريق كبير زي الأرسنال فأنا شايف أنه فيه تطور كبير جدا في أداء أنني على المستوى الفني وعلى المستوى القيادة إن شاء الله كل ده بإذن الله يعود على كابتن حسام البدري وعلى منتخبنا القومي بإذن الله